بسم الله وصلى الله على أجمل خلق الله سيدنا رسول الله أما بعد صباح الخير والهنى والسعادة والسرور على حضرتكم في كل مكان يوم سعيد وعمل جديد وإن شاء الله على عملنا شهيد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ما خاب من استشار والمستشار مؤتما لما يجي واحد يطلب منك النصيحة انصح لله انصح لوجه الله قدم إليه النصح لإن ربنا أمرنا أن ننصح غيرنا لما فيه الخير لهم والنصح لكل مسلم هكذا علمنا الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة لما يجي حد يطلب مني نصيحة لابد أن أقدم له النصيحة بما يرضي الله لأن المستشار اللي هو هينصح مؤتما أمين على هذه النصيحة انصح الناس بما فيه النفع لهم بما فيه الفائدة لهم وابتغي بهذه النصيحة وجه الله جل وعلا انت مش هتخسر حاجة وحضرتك مش هتخسر حاجة لما تقدموا النصيحة لغيركم لأي حد يطلب مننا النصيحة ننصح لوجه الله جل وعلا عشان نلائن لينصحنا أيضا نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه اللهم أمين صباح الخير على حضرتكم والسلام عليكم ورحمة الله